أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من همزة وصل هذا البرنامج اللي بنتواصل فيه دائما معكم ونفتح قناة للحوار حول كثير والكثير من الموضوعات التي تهم المواطن المصري العادي وكذلك المواطن العربي موضوعات داخلية وخارجية هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم ونتمنى منكم دائما التواصل معنا لحظات قليلة ونبدأ معكم همزة وصل أهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا همزة وصل كما قلنا هو برنامج منكم وبكم وإليكم للتواصل معكم في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري العادي قضية اليوم سوف نتحدث فيها عن السياحة والنهوض بقطاع السياحة فقد أعلن هشام زعزو وزير السياحة عن تشكيل مجلس استشاري سيتضمن خبراء من خارج الغرف السياحية غير المتواجدين كما قلنا للاستفادة من خبراتهم المختلفة وأشار زعزو أن الهدف من هذا المجلس سيكون مناقشة ومتابعة وتطورات ووضع خطط تيكتيكية وليست استراتيجية لكيفية التعامل مع وضع الحالي للسياحة سؤال حلقة اليوم سيكون كالتالي سؤال كما رأيك في تشكيل مجلس استشاري لتنشيط السياحة نتمنى منكم التواصل معنا وسماع رأيكم في هذا الموضوع للمتخصصين وأيضا غير المتخصصين سيكون موضوع التواصل أو طريق التواصل سيكون عن طريق الهاتف 1451 وزيره 900941 طبعا بالإضافة لطرق التواصل الاجتماعي التي ستظهر معنا على الشاشة الآن فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وسكايب وإنستجرام كلها بعنوان واحد همزة وصل إيجي هذا الموضوع من المفترض أنه يهم المواطن المصر العادي فكما نعلم قطاع السياحة من القطاعات المهمة نتمنى منكم التواصل وسماع رأيكم في هذا الموضوع ودعونا نخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع الحلقة ثم نبدأ التواصل في إطار الجهود المفذولة لتنشيط قطاع السياحة خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الرامية إلى بناء دولة حديثة أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا وزريا بتشكيل مجلس استشاري للسياحة يهدف المجلس إلى إيجاد وسيلة فعالة لخلق حوار مشترك بين الوزارة والقطاعات الخاصة المعنية بالسياحة لتبادل الأرأي والمشورة بينهم وتقديم مبادرات مشتركة من شأنها تعظيم منظومة السياحة والارتقاء بمستواها المجلس الاستشاري للسياحة يضم في عضويته أربعين عضوا يمثلون الغرف السياحية والمستثمرين والشركات والفنادق وممثلين عن الحق والعمرة إضافة إلى عدد من الإعلاميين يختص المجلس أيضا بتقديم كل المساعدات اللازمة لمعاونة متخذ القرار في الشأن السياحي ومناقشة الموضوعات الملحة ووضع حلول جادة لمواجهة ما يعترضها من مشكلات فضلا عن اقتراح سياسات مبتكرة وتوجهات مستقبلية توافق المستجدات على الساحة السياسية كما يختص المجلس بتقديم الخطط الاستشارية اللازمة لتعظيم فكرة الشراكة بين القطعين العام والخاص لرسم استراتيجية عامة تقوم على الترويج للاستثمار علاوة على اقتراح كل وسائل الدعم اللازمة من الجانبين لتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية والاستفادة أيضا من خبرات القطاع الخاص في الترويج السياحي على المستوى الدولي شهدين الكرام ده كان موضوع حلائتنا النهاردة تقرير سريع بيضعنا في موضوع الحلقة دعونا نتواصل معكم ونسمع أرائكم فهذا البرنامج كما قلنا هو منكم وبكم وإليكم فدعونا نسمع تواصلكم معنا وأرائكم ونبدأ بالتواصل الاجتماعي سيكون معي زميلتي حنان عاطف إليك حنان ماذا لديك من تعليقات حتى الآن على فيسبوك وتويتر بالفعل حسام عدد كبير مشاهدين من التعليقات والمشاركات ورد إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعية أبدأها معكم مباشرة مع موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أحمد عمران عمران يقول هذا رأي صالح في كل وقت مناسب لإنعاش السياحة في مصر وشكرا لأسرة البرنامج نشكرك أيضا أستاذ أحمد أنتقل للأستاذ مصطفى بدر يشاركنا برأيه فيقول فكرة سديدة لأن فعلا السياحة عندنا من أهم مصادر العملة الصعبة وتنشيطها شيء واجب لما لها من آثار إيجابية وخاصة بعد هذا الخمول الاقتصادي للبلاد ويجب أيضا الاهتمام بتأمين الأفواج السياحية نظرا للفجوة الأمنية للبلاد حتى يأتي لبلدنا السائحين وفي قلوبهم الطمأنينة من الأمن الداخلي أنتقل للأستاذ محمد عبد ومحافظة أسيوت يقول بكل تأكيد هذا إيجابي جدا ورائع ويجب علينا الاهتمام بالسياحة لأنها عمود الدولة ومصدر لرفع الاقتصاد المصري ويجب علينا أيضا القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن السياحة ومصر وبإذن الله ستقتل من جذوره بفضل الله والجيش والشرطة والشعب أنتقل لي الخضر حسيب وهو محامي بالنقد يقول وفين المجالس القومية المتخصصة؟ أعتقد أن فيها مجلس تخصص في السياحة ممكن تنشيطه المهم النهوض بالسياحة يحتاج لعدة عوامل أهمها الإعلان والترويج للسياحة المصرية بالقنوات الفضائية العالمية أما ثانيا فإلغاء الشواطئ الخاصة فورا أنتقل لي الأستاذ طاهر يقول لدعم وتنشيط السياحة في مصر يكون هناك خبرات وشخصيات ذو خلفية سياحية وأيضا مصر فيها من الآثار والأماكن الحيوية التي تبهر العالم طاهر من جديد يستكمل وجهة نظري فيقول بالنسبة لإنشاء مجلس استشاري لتنشيط السياحة أنا أرى أن الوزارة وتاريخ مصر العريق والحضارة المصرية القديمة كل هذا قادر على تنشيط السياحة وعودتها بقوة كبيرة بتحقيق في استقرار مصر وأمنها وعودت الحياة الطبيعية بعد القضاء على الإرهاب قريبا بإذن الله وأحب أن أضيف إلى ذلك أن فكرة إنشاء مجلس استشاري لتنشيط السياحة في هذه المرحلة أعتقد أنها من الممكن تأجيلها بضعة أشهر حفاظا على المال العام والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلادنا في الوقت الحالي وأخيرا حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء أنتقل لي علي عشور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أستاذ علي بالطبع أكيد بأننا في حاجة لمجلس استشاري لتنشيط السياحة بالخارج لكن من الأفضل أن يتم تنشيط السياحة بخبرات أجنبية فهم أدرى بشعوبهم لا بد بأن نستعين بتلك الخبرات من كل دولة على حدة دامت مصر حرة وبالتوفيق لأسرة البرنامج أنتقل لي الأستاذ السيد يقول كفان إهدار للمال العام تنشيط السياحة يأتي باستقرار الأمن لأن السائح لن يصرف أمواله في بلد بها مظاهرات وثورات حتى تهدأ ويجب تشجيع إقامة مباريات كرة القدم وحضور الجماهير وإنشاء الطرق الحديثة مشاهدينا كان هذا أول جزء من مشاركاتكم وتعليقاتكم وأنا هنا بالطبع من غرفة المتابعة الإلكترونية في انتظار المزيد والمزيد من المشاركات والآن نتحول سويا لحسام عاطف ومزيد من الاتصالات الهاتفية مع بعض المتخصصين حسام إليك أشكرك حنان ومشاهدين الكرام نحن في انتظار تواصلكم معنا على الفيسبوك وتواتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي فهذا البرنامج كما قلنا بكم ومنكم وإليكم وموضوع الحلقة كما قلنا هل تؤيد إنشاء مجلس استشاري لغرف السياحة أو لتنشيط السياحة سأتلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي الأستاذ عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق والأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي أبدأ مع أستاذ عادل عبد الرازق تحياتي لك أستاذ عادل أهلا بيك سيدي أحييك وأحيي أستاذ المشاهدين أهلا بيك أفن أستاذ عادل يريد تحطنا سريعا في أهم في نقط أهم مشاكل السياحة في مصر في الوقت الحالي أهم مشكلة أهم مشكلة النهاردة في السياحة هي البعد عودة الاستقرار إن احنا ننظم السياحة وبعدين كان اللقاء المهم بالرئيس مع المجموعة اللي هي من أهم 15 منظم رحلات على مستوى العالم وده كان حدث مهم جدا إن احنا ننزل بقى في كتالوج السياحة العالمية وطبعا الناس دي الكتالوج السياحة العالمية مش هينزل قبل التشويق اللي يكون من أول أكتوبر 2015 لأن الناس متذكرة رغم أهمية الاجتماع اللي تم ده أكتوبر 2015 يعني إحنا قدمنا أقل من سنة 11 شهر مثلا لأن حضرتك الكتالوجات السياحية دلوقتي خلاص اتوزعت تحت تصيب فالكتالوجات اللي هينزل فيها وتبدأ تسوى لمصر هيبقى من شتاء القادم عشان الناس فاكرة إن بعد اللقاء ده يحصل فيه سياحة لكن ده مش معناه إن ما فيه سياحة لا السياحة بدأت تتعافى السياحة الشاطئية واللي هي بتمثل 80% من إجمال السياحة لكن ودي رجلي واحدة السياحة الثقافية اللي هي بتشمل جسر كبير من القاهرة اللي هي الأهرامات والمتاحف والوقص وأسوان والمراكب السياحية دي هي دي اللي لم تتعافى بعد ولسه نسب الإشغالات فيها قليلة ومحتاجة المزيد من الجهد والنشاط في خلال الفترة اللي جاي عشان نرجع سياحة الثقافية للوقص وأسوان تمام طب أستاذ عادل يعني اسمح لأسألك سؤال مباشر كيف ترى قرار الوزير بإنشاء مجلس استشاري أو تشكيل مجلس استشاري لتنشيط السياحة وأعضاء المجلس من خارج الغرف السياحية أنا رأيي الشخصي أني غير موافقة على هذا المجلس ليه؟ تمام ليه فنفضل استمعت للأراءة السديدة جدا للناس المشاهدين بتوعك على الفيسبوك وعلى الأراءة بتاعتهم وفعلا هي أراءة سديدة سديدة لهذا الموضوع لأني أولا ساد الوزير يعلم تماما أن هناك اتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه المختلفة بتمثل المجلس ده القطاع الخاص وده رأس القطاع الخاص في مصر صحيح وهو معظم المجلس من أعضاؤه فأنت تكتمع بالمجلس للاتحاد المصري للغرف السياحية أو غرفه مع إضافة إليه رؤساء جمعيات المشتثمرين اللي موجودة في كل محافظة رئيس جمعية مشتثمر شرمشيئ رئيس جمعية سيناء رئيس جمعية مرسى عالم رؤساء الجمعيات دول بالإضافة إلى المجلس المنتخب الممثل الحقيقي للقطاع الخاص مع بعض الأعضاء البارفين اللي هم أزوا النشاط يعني أخذ رئيس لجمعية السياحة في جمعية رجال أعمال أخذ الشخصيات دي كلها واجمع الرأي ده ده الرأي ده الاستشاري لأن المجلس انت لو قريت القرار مكتوب فيه أن يختص بكافة المعونة لاتخاذ القرار في الشأن السياحي أنه بيوضح الطرق اللي إحنا الحديثة للتسويق الحديث بيقدم الخطط والاستشارات لفكرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة هي كل الأهداف دي هي دي الأهداف بتاعة الاتحاد المصري الغرف السياحية يعني حضرتك بتقول إنه ما فيه زدواجية هنا في يعني عمل كل لجنة مع الأخرى بالتأكيد تمام يعني أنت النهاردة المجلس الاستشاري لما هو النهاردة آآ آآ خمسة وتلاتين وبعدين سمعت من الساد الوزير إنه هيزودهم لخمسين وبيقولك لا مانع إنه زودهم لتمانين يبقى ده مش مجلس الاستشاري أبدا يبقى أمامين اللي هيقولوا الرأي في تمانين واحد ده كل واحد ما يتكلم جنديتين تلاتة هيكون للوقت اللي لا يمكن يكفي إنك تتبادل الرأي طيب عموما أستاذ عادل يعني أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة وبنتمنى من يعني إذا كان وزير السياحة أو أحد أعضاء أو المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة يحب أن يعلق نتمنى أن يعلق على هذا القرار وانتقل للاتصال الآخر سيكون معي فيه اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق سيادة اللواء تحيات الحضرتك كيف أن أهلا وسهلا فان سيادة اللواء طبعا يعني إحنا عارفين إنقطاع السياحة من القطاعات المهمة اللي كانت بتعيش عليها مصر لمدة طويلة فكرة عودة الأمن هل هي حجر الارتجاز في عودة السياحة مرة أخرى لمصر بسم الله الرحمن الرحيم يوسعي دنيا ويشرفني أن أقدم تحية الإكبار والإعزاز قبل أن أتكلم لكل نقطة دم بزالها شهيد أو مصاب في سبيل أمن وطنه كما أرجو الله أن تتعافى مصر مما تشهده إن شاء الله يا فان بالنسبة لحضرتك لكلمة السياحة أنا من مفهوم أو مضمون كل الكلام اللي تمعته دلوقتي من السادة المتعملين أو المتحدثين ومن الصديق الفاضل المتحدث بكل طلاقة عن أوجاعه السياحية لازم تنبه حاجة مهمة جدا أن السياحة ما هي إلا أحد القوى الأساسية التي تتشكل معها قوى الأمن المصري فهنا نزل من واقع الكلام اللي احنا سمعناه أن هناك إنسان أن هناك مواقع أن هناك اتخدمات أن هناك أمن أن هناك خط التسويق أن كل ده السياحة جزء أساسي من الأمن القومي المصري وهذا يعني أن لكي عمله فتم عملية تنسيط السياحة وأحنا ننمي عملية تلك القوى الأمن الأقاق المصر�� وضوع إختبار مصري وننمي أيضاً друга الإمكانية سمعة الدولة وقدراتها على بمعناه أن هناك بفهول سياحة ما كانت نستفهم فيه أن مجرد السياحة التاريخية ومجرد سياحة شمس الشتاء ولكن هنا أصبحنا عندنا سياحة الشواطئ سياحة المؤتمرات السياحة أيضا الخاصة بإنجازات التاريخية والإنجازات السابقة بوجودها ولذلك أن الأمن هنا هو أحد القوى الأساسية في تنشيط السياحة والأمن أيضا أحد المكتسبات والمكتسبات دي بمعنى أن المواطن هنا هو الذي يشارك في الأمن كما يشارك في السياحة كما يشارك فيه كل ما يدفع القوى الإخصادية المصرية بشفة العموم لتحقيق ما تهدف إليه السياسة العامة لأن من غير إنسان مصري قادر من غير إنسان مصري مختنى سيادة اللواء الأمن الداخلي والأمن الخارجي يعني معنى سيادة اللواء هل تسمعني؟ وإنسان يشعر بالأمان ويشعر بالأمن ويعطيه للآخرين طيب سيادة اللواء أنا كنت بسأل حضرتك فكرة الأمن الداخلي نحن يعني نتوافق عليها لكن ما يحدث في دول الجوار هل له تأثير على فكرة نشاط السياحة في مصر باختصار بعد إذنك؟ بالتأكيد يا فرد ما يحدث في دول الجوار له تأثير على كل سياحة في مصر وهذا ما تبعد وهذا ما تتولاه الآن أجهزة الأمن سواء كان قوات مسلاحة أو شرطة وهذا ما تمنى أيضاً أن يضعفه لكي أن تستطيع احتواءه والقضاء عليه استطيع المساهمة البشر في تقديم كافة المعونات والمعلومات لرجال أمنهم ودين أنت مهمة سيادة اللواء أنا بشكر حضرتك عليها اللواء محمد زاكي مساعد وزير الداخلية الأسبق بشكر حضرتك على مداخلتك وأنتقل لأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي أستاذ محمد تحيات لحضرتك في البداية فكرة أن السياحة بنقول أن هي بدأت تتعافى بشكل ما لكن مازال مشاكل قطاع السياحة هل هي مشاكل في عدم وجود سائحين أم مشاكل تنظيمية وما رأيك في القرار وزير السياحة الأخير؟ بالنسبة لقرار الأستاذ وزير السياحة بتشكيل مجلس استشاري لتنفيذ السياحة أعتقد ده تكرار لإنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة والمتعددة والمتضاربة باختصاصات فيما بينها تشكيل المجلس لن يخرج إلا عن برضو مجموعة من الأسماء المقررة والمتنقلة ما بين الأجهزة المختلفة السياحية ما بين القطاع الخاص والوزارة والزملاء الإعلاميين الذين يكتون ويغطون أنشطة السياحة فلن يأتوا بجديد على الإطلاق وعندما يقول الساد وزير أن المجلس سيرتفع عدده من إلى 40 و50 و80 أعتقد أنه مجلس أقرب إلى المجاملة ولم يعني مجاملة العاملين والمحيطين بالساد الوزير أنا بتصور أن المكاتب السياحية في الخارج ومكاتب الاستعلمات في الخارج في استفالات المصرية ومكاتب السياحة تنشطية لا عمل لها على الإطلاق وأعتقد أنهم يرتكبون جرماً في حق مصر تقصد المكاتب التابعة لوزارة السياحة لوزارة السياحة اليوم مموض بيها أنها ترويج السياحة وغيره نحن نتحدث حضرتك هنا كما لو كان ما عندما يشعل السياحة الداخلية أنا أخاطب السائح الأجنبي والسائح العربي لكن أنا كل نشاطي مقدس داخل مصر أنا بتصور أن المكاتب السياحة في الخارج عليها دور كبير جداً في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر الصورة الحقيقية الصورة الخارجية عن مصر أعتقد مخالفة تماماً عن ما يحدث في مصر على الإطلاق الخارج لا يعلمون أن عمليات سكان هناك عمليات أمنية فعمليات متناثرة متفرقة لا أثر لها على الإطلاق ولا تؤثر على السياحة بأي شيء من الأشياء لكن هذه الصورة غائبة عن السائح الأجنبي ينبغي أن يتم نقل الصورة حقيقة الأوضاع السياسية في مصر حقيقة الاقتصاد حقيقة السياحة المقاصد السياحية التنوع السياحي الفريد في العالم كل هذه الصورة للأسف الشديد غير مطروحة أستاذ محمد نحن نتحدث الآن ليس عن دور فقط يعني مكاتب التوعية والإرشاد السياحي الخارجية والمنود بيها الدعاية لمصر لكن دور الإعلام في رأيك الإعلام والصحافة داخلية وخارجية الإعلام عليه دور كبير جداً الإعلام عليه دور كبير جداً أولاً هناك مقاصد سياحية وميزات سياحية يعني نسبية ومتميزة في مصر للأسف الشديد الإعلام يعني مقصر فيها بشكل كبير جداً 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 يعني على سبيل المثال الدور الكبير اللي قامت بيه بتقوم بيه اللي يقوم بيه الإعلام المقروق والمرئي والمسموع هناك مقاصد وأماكن سياحية فهم العالم بأجمعه سواء في مجال الدين يعني مثلاً منطقة المسيناء التي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى فيها منطقة من أرواع المناطق في العالم بالأسوى ومصارب عائلة المقدسة كل هذه المناطق تهم بكل أصحاب الأديان السماوية لا ينشر عنها شيء على الإطلاق ولا يتم الترويج لها لا أخلياً ولا خارجياً أسيد محمد ده أنا بشكر حضرتك طبعاً على هذه المداخلة المهمة الأستاذ محمد الشماء الكاتب الصحفي ومشاهدين نضم الآن إلي الأستاذ الهام الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أستاذ الهامي تحيات لحضرتك أهلاً أستاذ الهامي حضرتك رأيك إيه مبدئياً في هذا القرار بتشكيل مجلس استشاري للسياحة هو مجلس استشاري طبعاً آآ قرار طائب من ناحية الفكرة نفسها تمام اللي لازم يكون فيه مجلس استشاري آآ بيقول رأيه ويكون من القطاع الأعمال كما قطاع عام أو قطاع خاصة عشان هو ده اللي حاسس بالمشاكل العدد طبعاً من مجلس كبير أولاً وده آآ يعني مش إنه حايفيد كتير إن العدد لازم يكون محدود تمام محدود ويكون فيه مزيد من الخبرة والقن الصغير للشباب ليه بقى بقول كده عشان الخبرة ضرورية إنها كات عليها حاجات ومشاكل قبل كده تقدر توجه والشباب اللي إنه بيجي بفكار جديدة مش دايماً إنه عنده خبرة عند المفكار الجديدة فيبقى منزج بين قطار الحديثة وكذلك نزود كمان خبرة من برد قطاع يعني طيب أستاذ الهامي كان فيه دايماً شكاوى فيه يعني قبل صورة 25 يناير بوجود مجالس استشارية كثيرة في جميع المجالات هل قطاع السياحة يحتمل مجلس استشاري أم أن مثلاً الغرف السياحية أو يعني الهيئات التي تقوم بالتنشيط السياحي الهيئات الخاصة واللي بتدري فعلاً يعني دخليات هذا القطاع كافية المجلس الاستشاري أولاً مش موظف ولا بياخد أجر على كده ولا بدر فضول كلم فإذا لن يسكن الوزارة بأي حاجة اللي عاوز ييجي درجة المتطوع وده اللي أنا مصحوم يعني والمجلس الاستشاري ده لا دور فعلاً يعني أنا رأيي بيعبر عن رأيي السياحة وده مهم جداً عشان لما يتخذ قرار يتخذ القرار السليم فوجوده أكيد العدد يكون أقل الخبرات تكون متنوعة السلم يكون مختلف طيب أستاذ الهامي يعني بخبرتك في مجال السياحة ما معوقات السياحة في مصر الآن يعني أمن الحمد لله 99% أو 90% عادل أمن ما هي مشاكل السياحة خاصة الخارجية السورة عند المستحلك النهائي للخدمة السياحية دي لازم نغير دي مش سهل طبعاً أبداً تغيرها واللي يقول على كده طبعاً غير صائب لأنه صعب جداً أن أغير السورة الزهنية اللي نقلتها بعض الوكالات المشبوهة وحنا عددنا طبعاً اللي بتنقل السورة خاطئة نقلتها مدة طويلة النهاردة أنا إزاي أغيرها دي هتاخد وقت وبطوط لكن إن شاء الله هننجح أن نغير هذه السورة تمام أستاذ الهامي زياد رئيس اتحاد الغرف السياحية أنا بشكر حضرتك طبعاً على مشاركتك وبشكر كل من شاركونا برأيهم بالاتصال ومشاهدين الكرام رأي الشارع دائماً له وزن في قناة النيل الأخبار كاميرا النيل وكاميرا همزة وصل رصدت رأي المواطن المجلس دا مهم جداً بعد قرار من فخامة الرئيس عفتاح السيسي إن هو يعمل قرار زي دواد عشان تنشيط السياحة تنشيط السياحة دي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر إن إحنا لازم يجيب علينا كان مصريين بنحب البلد دي إن إحنا ننشيط السياحة لأن دي أحد من أهم مصادر الدخل في مصر فلازم على قد ما نقدر إن إحنا نحب البلد دي أكتر ونساعدها إن إحنا ننشيط السياحة فيها ونرجع تاني زي الأول رئيس والله هو السياحة في الساعة ما مسك البلد هو بقدر الإمكان إن هو ينشيط البلد وينعش للسياحة والاقتصاد والتجارة أكيد يعني هيعمله حاجة كويسة ونشيط السياحة ورجع السياحة لمصر لأنها بقالها مدة كبيرة ما فيهش سياحة السياحة في الفترة اللي فاتت كانت متأثرة جدا طبعا بالأحداث اللي كانت موجودة فدي حاجة ممتازة جدا طبعا إحنا محتاجين السياحة مصر بلد تستحق إن هي كون فيها سياحة أكتر من كده بياما هي حاجة ويسة جدا حاجة ويسة بس إحنا مرضا لازم ندور على الأمن الأول قبل تنشيط السياحة لازم ندور على الأمن لازم الناس اللي بتخارف البلد لازم تسكت الأول لازم نسكت الناس الأول هتلاقي السياحة عندنا جميلة جدا إحنا نازم تخاف تيجي يعني إحنا في نازم تخاف تيجي لنا من إيه من الإخوان والإرهاب وغيره وغيره إحنا عايزين السياحة تتنشح وتتحرك تتحرك مش هتتحرك بعيد واحد أو بفكر واحد نازم تتحرك بقوة عشان لما قعدت أربع سنين حصل عملية ركود عشان نقدر تقوم تاني يبقى فيه حمسة وصل بيننا وبين الحكومة تقدر تحط إيديها على نقطة ضعف عشان تقدر الأمن زائد تشوف إيه النقطة اللي كانت موجودة في الأربع سنين اللي خلت السياحة تقع ونقدر نحط إيدينا عليها ونصلحها عشان نقدر السياحة تتحرك ما دي نارش نرزل الورا هنمتد إلى القدام شهدان الكرام دي كانت مجموعة من قراء المواطنين في الشارع حول هذا القرار وبالطبع نحن نتحدث عن قطاع مهم هو قطاع السياحة فأكثر من ثلاثة ملايين من المصريين يعملون في هذا القطاع الحيوي الذي كان في وقت من الأوقات هو المصدر الأساسي للعملة في مصر ويعني هذا كان رأي الشارع وأكيد بالتواصل معكم دعونا ننتقل إلى الزميلة حنان عاطف مرة أخرى ومن المؤكد أن لديها تعليقات جديدة إليك حنان بالفعل حسام التعليقات تنهال علينا مشاهدين حول سؤال حلقة اليوم أبدأوا مع أحدث التعليقات التي وردت إلينا ورد إلينا الآن على الهواء مباشرة من الأستاذ ناصر عبد الحفيز مشاركة يقول فيها كثرة اللجان والمجالس خاصة إذا كانت مكونة من جهاز الإداري تعيق العملية وتكبد الدولة مبالغ إضافية السياحة لا تحتاج للجان قدر احتياجها لتحفيز السياحة الداخلية أولا وتمشيط المخالفات التي برزت على الشواطئ سواء أنيلية أو السياحية أو الساحلية ضف إلى ذلك احتياجنا إلى الجانب الأمني وصورتنا في الخارج التي تؤثر سلبا على الساحل الأجنبي مشاهد آخر معنا محمد أبو الخير يقول رأي صحيح لكن يوجد العديد من الأشياء الأخرى الواجب فعلها مثل إصلاح الطرق والخدمات واختيار أشخاص دو صفات خاصة للعمل في المناطق السياحية وتنشيط السياحة الداخلية أيضا بدوي عبد الموجود أرسل لنا وجهة نظر ويقول فيها نعم السياحة في مصر لها أهمية كبيرة وهي مصدر رزق وتحتاج لاستشاريين لتحسين السياحة في مصر أنتقل للمشارك آخر الأستاذ مصطفى أبو الخير يقول أقول لا يوجد لجان أو مجالس تحل المشاكل ولكن تبدي رأيها فقط مطلوب أفكار من خارج الصندوق تعرض على تلك اللجان أو تلك المجالس لإبداء رأيها واختيار أفضل الحلول ليس في السياحة فقط وإنما في أي مشكلة تخص الاقتصاد والسياحة أعتقد لو طلبت وزارة السياحة آراء العامة من الناس وصولا للخبراء ستجد آراء كثيرة تحل المشكلة أي مشكلة أنا عندي شركة في النقل السياحي هل الدولة مستعدة لوصول ملايين السياح؟ أنتقل لمشارك آخر الأستاذ مصطفى الوهاب يقول مطلوب تأمين أكثر على المراكب السياحية لا للخطأ الآن أنتقل لمحمد أبو الخير يقول هذا رأي صحيح وفقكم الله أما أرسل لنا أيضا مشارك عويدة عويدة يقول بالنسبة لإنشاء مجلس استشاري لتنشيط السياحة أنا أرى أن الوزارة وتاريخ مصر العريق والحضارة المصرية القديمة كل هذا قادر على تنشيط السياحة وعودتها بقوة كبيرة بتحقيق في استقرار مصر وأمنها وعودة الحياة الطبيعية بعد القضاء على الإرهاب قريبا بإذن الله وأحب أن أضف إلى ذلك أن فكرة إنشاء مجلس استشاريا لتنشيط السياحة في هذه المرحلة أعتقد أنها من الممكن تأجيلها بضعة أشهر حفاظا على المال العام والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلادنا في الوقت الحالي مشاهدين كان هذا أول ثاني جزء من مشاركاتكم وتعليقاتكم وأنا بالطبع في انتظار المزيد والمزيد من التعليقات والمشاركات ونتحول من جديد لحسام إليك شكرا حنان وشكرا لكل من شاركنا بالرأي في هذا الموضوع المهم ونتلقى مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية لتحليل أكثر واقعية وفي هذا الموضوع المهم معي الأستاذ علي غنيم عضو التحدي الغرف السياحية والأستاذ ناجي عريان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق ودكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي أبدأ بالأستاذ علي غنيم عضو التحدي الغرف السياحية تحياتي لحضرتك يا فنم أهلا وسهلا يعني نحن نتحدث الآن عن هذا القرار بتشكيل لجنة استشارية لقطاع السياحة كما تبعت ربما هناك من الموافق على هذا القرار وهناك المعارض رأيك الشخصي لو سمحت أولا 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 توجد قطاع السياحة اسمها الاتحاد المصر غرفة السياحية الذي يضم في جبابه جميع الغرف السياحية الممثلة للقطاع والعضاء هذه الغرف والاتحاد ضل من نخبة السياحة الذين يمثلون القطاع أنا معرفش فكرة سات الوزير بعمل لجان أو لجنة استشارية أخرى تانية إحنا في وقت لا يسمح بطبيعة الوقت ونعمل لجنة استشاريين وكلام ده لأن إحنا أريد عندنا قطاع يمثلوا الاتحاد المصر غرفة السياحية والغرفة السياحية أستاذ علي عشان إحنا تحدثنا في موضوع القطاع يعني فكرة أن الوزير يعني ربط الاستشاريين من خارج القطاع ربما لتجديد الدم ربما لإطفاء أفكار جديدة على هذا القطاع أنا عاوز أعرف حاذاك بتقول من خارج القطاع يعني من خارج عفوا مش من خارج القطاع السياحة من خارج الغرف ومن خارج الهيئات الرسمية اللي بتمثل قطاع السياحة هو هل الاتحاد المرسي والغرفة السياحية ما عندهمش الأفكار الجديدة المتطورة اللي هي بتحافظ على تطوير الاختطاع لأن دي مشكلتنا الأساسية لأنني أنا عندي منشآت سياحية فأنا من أولى أن أنا أحبر على المنشآت السياحية لأنني أنا صاحب المهنة تمام صحيح إذن إذن القطاع ما ينقصوش ناس خبراء تانيين ولكن إحنا اللي ينقصنا حاجة واحدة اللي ينقصنا إن إحنا نعرف فين المشكلة عشان نرجع السياحة تاني طيب أستاذ علي أنا بسأل حضرتك تمام بما أنك أنت عضو في غرف في الغرفة السياحية أو الاتحاد المصري للغرف السياحية فكرة ما هي المشكلة الآن في قطاع السياحة في مصر المشكلة الخطاع السياحية أولا تتمثل في الشارع المصري لو الشارع المصري رجع الهدود والاستقرار التام تمام يعني مشكلة أمنية نمر واحد نمر واحد هي أمنية نمر واحد ونمر ألف هي الإشكال الوحيد اللي عندنا إن إحنا بنصدر كالدعاية والإعلام كل يوم بنقول قنبلة 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 ودي طبعا غلط مفروض بنصدرش هذا الكلام للخارج لأن ده بيدي انطباع قمش بيدي انطباع بره للعميل أن هذه المنطقة غير مستقرة فمش مقوم مش معقول أنت ولا أنا نلعب في منطقة ما حدا مستقرها الروح تمام طيب أستاذ علي طب إيه المشاكل التانية اللي ممكن نتكلم عليها المشكلة التانية أنا أتبالي أقولها والاتحاد المصري ندى بها في احتياج ودي أم حاجة إن ممتعدة الشكومة يعني عندنا التهربة عندنا المية عندنا التأمينات عندنا الصيانة لأن لو حضرتك مارده بكرة جرجت السياحة كما كانت على عداء في 2010 ومالقيتش جودة مالقيتش فندق لأن الفلاد مارده بقت مهلالة لأن بقالنا ده حد 4 سنين ما منصوفش على السياحة هنصف عن السيانة ولا هنصف عن حمالة ولا هنصف عن جادة فإحنا عاودين جودة فالجودة لأن إحنا مستثمرين في نستثمار في مصر حوالي 400 مليار جنيه فهل إحنا نحافظ عن 400 مليار جنيه ولا نضيعهم أستاذ علي مطالبك لوزارة السياحة مطالبك من الدولة كهيئة للسياحة لتنشيط السياحة لمساعدتكم يعني غير اللي احنا تكلمنا عليه الماء والكهرباء ماذا مطلوب من الدولة أنها تفعل لتنشيط السياحة بشكل فعلي أولا عشان تنشيط السياحة لابد يكون تنصيق بين الوزارات اللي أنت بتباشر على السياحة هذا طرف أن أكتب من وزارة لها 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 تأثير تأثير على السياحة تمام فلابد تكون فيه غرف موجودة للتنصيق بين جميع الوزارات دي أي معنى فحنا طالبنا مجلس أعلم السياحة مجلس أعلم السياحة ده ما نعقدش ده مرة واحدة رحنا بالنادي لرئيس الجمهورية أن يكون هو رئيس المجلس أعلى للسياحة وينضم في حبيته كل الوزارات المباشرة المتصلة ودي دعوة مهمة نتمنى أنها تكون وصلت لسياحة الرئيس وللمعنين بهذا الملف المهم في مصر بشكر أستاذ علي غنيم عضو التحاد الغرف السياحية أنتقل لأستاذ ناجي عريان نايب رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق أستاذ ناجي يعني من المؤكد أنك كنتم تابع معنا الأستاذ علي وبعض الشكاوة من مجلس يعني حول هذا التشكيل وحول ما يقابل السياحة في مصر السؤال الآن هناك الكثير يشتكون من رداءة الخدمة أو عدم جاهزية بعض الفنادق أو ربما الكثير من المشاكل التي يعني بتواجه السائح الداخلي والخارجي تمام بس أنا أحب على كلام الأستاذ علي وهو أخ لي وزميل لي في الاتحاد والغرف والجامعية العموية بتاعات هي عملية اللجان اللي كاتت الوطيع اللي عملها هو الناس قعدة تمان اللي بتقول فكروا برا الصندوق فكروا برا الصندوق فكروا برا الصندوق وهو حاب يعمل حاجة كل الخبراء بتوع السياحة اللي هما الشركات كبيرة اللي هي لي السياحة أستاذ ناجي يعني يبدون الاتصال بيتقطع طيب أستاذ ناجي سمح لي نعود لك مرة أخرى يعني بنحاول الاتصال بيك مرة أخرى وانتقل لدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي دكتور أحمد يعني ربما تكون سمعت سؤالي لأستاذ ناجي فكرة ان احنا بنحاول يعني نضع الكثير على عطق الدولة في الترويج السياحي لكن الكثير يشتكي أيضا من فكرة الخدمات أو عدم جهزية بعض الفنادق ورضاءة الخدمات للسائحين اذا كانوا مصريين او غير مصريين في البداية انا برحب بيك يا أستاذ في السياحة مصريين بوجودي معك ربما يخليك أهلا بيك ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة كان فيه الأخ اللي كان بيتكلم من شوية كان بيتكلم على فكرة المجلس الاستشاري الحقيقة لا أنا بسني على هذه الفكرة مش بالضرورة المجلس بتاع السياحة اللي هو القائم بالفعل يكونوا عنده كل الأفكار اللي سيادة الوزير عايزها فالنهاردة لما نبحث عن بعض الحلولة الغير تقليدية لمعالجة بعض القضايا الهامة في مجال السياحة فده مهم قوي نبقى عندنا مجلس استشاري طالما مش هيتلف الدولة حاجة الحاجة تمام ولكن خلينا طب ليه أعضاء الغرف السياحية بيعترضوا ما أنا مش عارف يعني إذا كان عندهم أفكار والأداء بتاع السياحة زي ما حضرتك شايفوا إن فيه مشكلات فما المنع إن احنا نفتح الباب لأفكار جديدة مديره طمهيم يا أستاذ يا دكتور أحمد يعني هناك أنا من وجه تنظري هناك بحث عن خلول غير تقليدية من المسؤولين وده وده يفتح أفاق جديدة طالما مش هيكلف الدولة عاجة بقوله حضرتك طيب دكتور أحمد بمي إن حضرتك هاتب صحفي فضل فضل ولكن إذا كان هناك يمكن أهمية خاصة للسياحة يمكن حضرتك عارف إنها محور أساسي من محور الدفن القومي في مصر وبس إحنا عندنا مشكلة كبيرة في السياحة الحقيقة فإحنا عشان نحل هذه المشكلة أنا شايف إن على الحكومة جزء وعلى الشعب وعلى الإعلام جزء مهم جدا ودي نقطة مهمة أنا شايف إن إعادة سياغة قوانين الإستثمار عشان نجاز بالإستثمارات في هذه المرحلة يمكن نشوف نسياد الرئيس السيسي بيعمل قناة المحور ده وأنا شايف إن في مدينة حتتعمل على دصاف القناة الجديدة قناة التصويرية فهتحتاج إستثمارات فهنا عنا نستقبل هذه الإستثمارات بالقوانين العقيمة اللي عندنا وإحنا عايزين نعيد سياغة هذه القوانين ده السؤال اللي إحنا عايزين نقول الحاجة الثانية الإعلام اللي بيصدر الحقيقة المشهد المصري بمنتهى السوق يعني وخاصة الإعلام الفضائي الخاص يعني أنا باشني على إعلام الدولة الحقيقة وتناول المهني والموضوع لبعض الموضوعات زي الموضوع اللي أتكلم فيه ولكن لما يطلع عندنا ناس غير مهنيين وغير يعني الحقيقة يعني يبقى من المشهد لأنهم بيثيقوا إلى الاقتصاد المصري بدون وعي على فكرة يعني هما ما عندهمش فكرة إن هما لأنه مش عارف إن بعد بعد شوية العيلة إعلان ولا الدولة حتى يتوث ولا عالي نقطة مهمة نحن عايزين نعيد سياغة الخطاب الإعلامي اللي حضرتك بيتم تناوله القنوات الفضائية تحديدا الحاجة التالتة والأخيرة اللي أعب أنه عليها أنه نستدعي قيامنا الأصيلة كشعب يعني النهاردة لما بتشوف حضرتك السائح اللي نازل الهرم يعني الهناد اللي هناك اللي موجودين في قطاع الأهرام بيعاملوا الناس بمنتهى السوق ودون رقابة من شرط السياح فإحنا عايزين نستبع قيامنا وعداتنا الأصيلة لأننا نمتلك وبرضا دكتور أحمد محتاجين قانون يحمي السائح ويحمي إذا كان مصر أو غيره لضبط الشارع برضو لأن النقطة ديات مش لازم القيم بس اللي تحكمها لازم يكون في قانون أنا بشكر الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي على هذه المدخلة المهمة واسمحولي أعود مرة أخرى أستاذ ناجي عريان نائب رئيس مجلس إدارة غرف الفنادق أستاذ ناجي يعني أحب أكمل معك حديثنا أتصدر يعني إحنا كنا بنتكلم عن فكرة المجلس الاستشاري حضرتك قلت أنه هو فكرة جيدة طيب فكرة تقديم الخدمة وتحسين الخدمة يعني للسقحين إذا كانوا خارجيين أو داخليين ده أكيد هيكون يعني نوع من الترويج السياحي لوحده لا بس أحب أتكلم على اللجنة الشارعية تفضل تكلم على اللجنة يا فن لا ألو سمعني شاتك أه يا فن سمعك تفضل اللجنة دي أولا فيها حاجة بتاعت 42-48-41 اللجنة دي هتفيها جزء من الغرف والاتحاد يعني واخد زملاء لنا في اللجنة واخد ناس من باقي القطاع تمام كلهم يعطلون في مجال السياحة يعني حضرتك قصدك كلهم في مجال السياحة وكل واحد ليه خبرة معينة في حتما اللجنة دي هتتقسم إلى كذا لجنة ضرعية واللجنة كل لجنة لها أن تستعين بخبرات ناس خارج اللجنة برضو بتقعد مع يعني فيه لجنة هتتكلم على الفنادق العيمة فيه لجنة هتتكلم على الفنادق البحر الأحمر طب أستاذ ناجي بعض المخاوف أن دي فكرة برضو ربما تعدنا للبيروقراطية لجنة تنبثق عنها لجنة تنبثق عنها لجنة وفي الآخر عشان نوصل لحلول هنتوف في كل اللجان دي لا أنا هقولي سيادتك حاجة هي احنا مش هنتوف عشان ليه احنا كل دي المشاكل اللي عندنا دي خبلك دي مش مشاكل وليدة النهار ومش مشاكل بسيطة تفقمت في الأيام الأخيرة أو ثلاث سنين الأخيرة ودي يعني من ضمن الحاجات المهمة اللي هي نقص الموارد وقبلك بالنسبة للمستثمرين يعني بالنسبة للمستثمرين فاحنا لازم نشوف حلول الدولة هتتعاون معنا فيها لتحسين الجودة ونكون جاهزين إن شاء الله على آخر السنة 2015 2016 السياحة هتعود احنا منتظرين طيب والساز ناجي فكرة تأخر يعني وضع مصر على كاتالوج السياحة العالمي لأكتوبر 2015 هتبتدي من السيف إن شاء الله 2015 تمام ليه لسبب واحد أنت النهاردة سياحةك الناس اللي هي الدول اللي هي قاعدة حظر على زيارة مصر كمصر كدولة ابتدأ التحذير ده يخف تمام ابتدت فيه مناطق معينة فبالتالي الشركات السياحية الكبرى المنظمة لرحلات لمصر عملت يعني حطة الطائرات اللي هي بتستأجيرها اللي هي الشارع يعني ده وعد إن احنا إن شاء الله من بداية الصيف هتبدأ تعود وإن شاء الله نرجع لخريطة السياحة العالمية أنا بشكر الأستاذ ناجي عريان نايا برئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق ودكتور أحمد عفيفي كاتب الصحفي وأستاذ علي غنيام عضو اتحاد الغرف السياحية ومشاهدين الكرام بهذا القدر انتهت حلقة اليوم التي كان موضحها عن الغرف السياحية دائما همز تواصل بكم ومنكم وإليكم واسمحوا لي أن أضع أمامكم سؤال حلقة الغد للتواصل ولسماع رأيكم في هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم وسؤال حلقة الغد كيف يمكن للمدارس إعادة طلاب الثانوية العامة للفصول الدراسية أظن أن هذا يعني موضوع مهم جدا يهم كل المواطنين أتمنى منكم التواصل معنا ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء